من الأمسية الثانية عشر تنلجيات جاهزة إذن ينطلق الآن شوط الرابع من سباقنا لهذا اليوم على كاس وزارة شؤون شبابي والرياضة من مسافة الميل الف وستمية متر انطلاقات بطيئة لراج تو ريتشز من البداية يخسر حوالي عشرة طوال إذن توم هارك هو اللي يتصدر سباق من البداية يلحق به ثانيا هناك تيكينغ لاي بريتيز مع البرازيدي ليو ساليس وثالث ثانياتين وين والت بينما رابعا أيضا جورج دي فيرس إذن توم هارك مع الفارس اليوم جونس لا زال هو اللي يتصدر السباق والمركز الثاني تينا جوميرا غلوري المرشح الثالث في هذا السباق أيضا جورج دي فيرس في المركز الثالث اي كونيك تأتينا رابعا تيكينغ لاي بريتي في المركز الخامس والمركز أيضا لدينا الخامس لدينا الجواد هابي كول إذن حتى الآن جوميرا غلوري مع الفارس ريتشارد أوليفر بشعار العفو ريسنغ هو اللي يتصدر السباق والمركز الثاني توم هارك مع الفارس ليام جونز جورج ديفيرس في المركز الثالث والمركز الرابع تاتين اي كونيك والمركز الخامس أيضا تيكينغ لاي بريتي والمرشع الثاني في المركز سارز أو سيم كوالتي إذن حتى الآن توم هارك بقاتل ليام جونز هو اللي يتصدر السباق أيها المتابعون الكرام وهناك أيضا محاولات من قبل جورج ديفيرس لكن توم هارك مع وهناك أيضا محاولات من قبل أوسمك والتي من الجهة اليسرى ومن وسط الجهة تيكينغ لاي بريتي إذن توم هارك هو اللي يتصدر السباق بينما هنا أوسمك والتي مع الفارس عبدالله فيصل يقترب من انتزاع الشوط الرابع من هذه الأمسية إذن أوسمك والتي هو بطل الشوط الرابع توم هارك في المركز الثاني والمركز الثالث جابي نيو كلاسيكل أما المركز الرابع في جورج دي فيرس إذن هذه النتيجة نتيجة ليست من النهائية بانتظار نتيجة المراكز الأربع الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية